أزقتها دهاليزها هي أماكن مريبة عن بقعة الجريمة والممنوعات في العاصمة البتاوين أخطروا الأماكن ببغداد بعض درابينها العتيقة أو كار للدعارة والمخدرات والاتجار بالبشر أما الداخل إليها ليلة فقد يخرج سليما كما يروي لنا بعض سكانها هناك تعاطي، تجارة، مخدرات، أعضاء بشرية من تجمع جميع العصابات، تسليب بنفس الوقت يدخل في هذه المنطقة شخص قريب لا يعرف لو يطلع سالة لا يطلع بداخل البتاوين عركات يومية عركة، 24 ساعة عركة، تعاطي، شرب بالشوارع ناس يجوك لا تعرف منين ما منين مخدرات، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء بيها تلك البقعة الصغيرة والتي يحكمها تجار الممنوعات ليلا بالخفاء أضحى الوضع فيها خارج السيطرة ولذلك شرعت الجزال أمنية بعملية أمنية موسعة بشكل مفاجئ لتطهير هذه المنطقة الموبؤة بالجريمة عملية جعلت المنطقة بحال مغاير عما كانت عليه وفق حديث قاطنيها نشطر هنا عمالة صارنا بالعشر سنوات هنا في بغداد أول مرة أرى عملية نوعية نشكر وزير الداخلية ونشكر كل جهاز الأمن الوطني حقيقة المنطقة كانت في حوجة للعملية إضافة لأنها في حوجة لخدمات مثل ما شايفين، أنا شايف فيه طبليطة في الشوارع ومجهود جيد الحمد لله ومع العملية الأمنية الحالية والتي لم تنتهي بعد يطرأ تساؤل معين هل تبقى البتاوين كأميال الساعة تتوقف الجرائم فيها مؤقتا عند تنفيذ العمليات الأمنية ثم تعود بعد انتهاء تلك العمليات لتدور كرة أخرى وكأن شيئا لم يكن تساؤلات تجيب عليها الأيام المقبلة من العاصمة بغداد بدر ركابه التغيير